انطقة القرن الأفريقي في قلب تحركات جيوسياسية متنامية بعد توقع الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال البرلمان الصومالي يصادق على اتفاقية مع تركيا الاتفاقية تمنح أنقارها السيطرة على الموارد البحرية للصومال مع تأمين الجيش التركي للساحل الصومالي الاتفاقية تمتد لعشر سنوات وبموجبها ستناطب تركيا مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم كالصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة والتدخلات الأجنبية الرئيس الصومالي قال إن الخطوة تهدف لحماية المياه الصومالية من أي اعتداء وإنشاء قوة بحرية صومالية خلال عشر سنوات الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا هدفها حماية المياه الصومالية من أي اعتداء وإنشاء قوة بحرية صومالية قوية خلال عشر سنوات وليس الهجوم على طرف ثالث الاتفاقية تنص على حصول تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة مراقبون يشيرون إلى أن الاتفاقية الصومالية التركية تأتي باعتبار أن الصومال يشكل قنطرة أفريقية للعبور نحو أفريقيا بالنسبة لتركيا ولحماية مصالح الناتو الجيوستراتيجية في المنطقة بعد أن اتجهت أديس أبابا نحو الصين وروسيا